السيدات وسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحيكم من الفضايا الشادية من أنجمينا ونقدم لحضراتكم النشر الإخبارية العربية لهذه الأمسية والتي أبدأها بقراءة هذين البرقيتين برقية تعزية من رئيس الجمهورية إلى سيد روك مارك كريسيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو تلقينا بأسف شديد نبأ الاتداء الإرهابي الذي وقع يوم 12 من أوسطس بواقى دوغو والذي أسفر عن مقتل 18 من العديد من الضحايا هذا العمل الإرهابي أحدث ألما شديدا لكم وللشعب البركوني أقدم لكم باسم الشعب الشادي وحكومته وباسمه شخصيا أحر تعزين الحر هذا العمل الإرهابي الذي استهدف الأبرياء يدعو جميع الدول الأفريقية لأخذ الحظر والحيطة ومحاربة عداء السلامة توقي إدريس دبيتنون رئيس جمهورية شات برقية عزاء لسيد أرنازا بكروما رئيس جمهورية سيراليون تلقينا بأسف نبأ الاهتزاز الأرضي الذي وقع نتيجة الفيضانات والذي سبب مقتل عديد وضياء الآخرين جرى هذا الحدث الأليم أقدم لكم تعزين الحر باسم الشعب والحكومة وباسمه شخصيا تعزين الأسر الضحايا ونرجو أن تتقبلوا منا احترامنا الخالص توقي إدريس دبيتنون رئيس جمهورية شاتة اشتركوا في القناة